عاش السهرة وامس مختلف شوارع مدينة وهران على غرار العديد من مناطق الوطن اجواء من الفرحة والاحتفالية بعد تأهلي المنتخب الصديق جنوب افريقيا الى نهائي كأس امم افريقيا حيث امتلأت شوارع الباهية بالمواطنين الذين اشعلوا الالعاب النارية فرحا بنتي فرحا بسعود المنتخب الصديق الشقيق جنوب افريقيا انا لقيت موزيع جزائر يا جماعة طالع بيقول حاجة في نشرة الاخبار الجزائرية قلت هيقول خبر مهم عنهم عن الجزائر او عن بلد تهمهم انما هو طلع قال خبر وكأنه بيزيع خبر عاجل يعني باعترافهم اهو افراح واحتفالات في الشوارع والالعاب النارية عشان صعود الدولة الصديقة مين يبني الدولة الصديقة جنوب افريقيا على حساب مين يبني؟ على حساب المغرب عشان تعرف ان كوكب لالا عنده خلل هنا هو فيه خلل فيه عقدة نفسية عند كوكب لالا ما احتفلت في الشارع ونشرت أخبار بتقول احتفلت في الشارع بسعود المنتخب الجنوب أفريقي الصديق كده انت عيان في دماغك وهناك احتفلات للجماهير الوهرانية بعد اقصاء المتحب المغربي نعم هناك التدامك خفيف أول كابتن هناك موزيع ده مخفيف شرباط عمرك يا جماعة شفتم موزيع بالتفاهة دي كوكب للا فيه موزعين تفهين موزيع عبيد يعني ما فيش ده موزيع عبيد احتفلت بخلوق المغرب المحبة والتقدير للشعب المغربي كشعب ولكن السياسة الكروية والسياسة الرياضية العدوانية لضد الجزائر ما تخلناش النوت يا ابني انت بتقولي يا ابني انت بتحلم يا ابني بقى السياسة المغربية والسياسة العدوانية المغربية هي العدوانية تجاه الجزائر يعني السياسة المغربية هي اللي عايزة تقسم أرض الجزائر ولا العكس يعني الجامعة المغربية لكرت القدم والإعلام المغربي هما اللي بيطلعوا كل يوم يشككه في مصداقية ونزاهة منتغب الجزائر ولا العكس يا راجل ده الإعلام الجزائر يا راجل ما بيقولش حاجة غير لقجع بقاله سنتين يا راجل ده أنتو المغرب خرج من كاس الأمم الأفريقية ولعته في التشيرت بتاع المغرب في الشارع كمل معايا الآخر الفيديو عشان تشوف أنا ردتي إزاي على حرق التشيرت المغربي في الشارع ردت رد من مصر هنا أيوة هو كده المغرب هو اللي السياسة عدوانية تجاهنا أهو غلاسة كده طب إحنا علاقتنا كابتن يعني التحية الجزائر طب إحنا علاقتنا ده مضش المغرب يعني مش فاه يعني التحية الجزائر دي حاجة تخصك ماشي يا باشا إحنا ما لنا إحنا وما المنتخب المغرب وما للمطش بعدين قال لك تروحوا عالمطار طب أنتو في المطار من أسبوعين لا بس الغريب في الأمر بجد اللي مجننني في كوكب лالا ليه وان تو ثري في بلالجغي وتحيا الجزائر هنا في موقف اللي هي علاقة بالكورة وكده وماتش المغرب يعني مش عارف يعني أنا مثلاً أبقى ماشي في الشارع ألاقي واحد باب الطيخ أقوله تحيا مصر أروح مثلاً الإمارات ألاقي فرقيتين بيلعبوا في الإمارات أقولهم تحيا مصر مش عارف نازل بعد ماتش المغرب يقول تحيا الجزائر أنا مش عارف والله العظيم لأن الله في عقلتك وكبل الله دي أنه اليوم رئيس الجامعة المغربية لكورة القدم يعمل كل ما في وسعوه لتحتين الجزائر برضو يعمل كل ما في وسعوه هو كرئيس يعني كل ما هو جزائري حارب كل جزائري المتواجدين في ليجان الكاف بقى أنا ما شفتش خالص لقجع شغل دماغه أصلاً بالجزائر أنا ما شفتش أنتوا اللي شغلين دماغه بالمغرب يومياً المشكلة دي عندك أنت يا كابتن مش عندنا والله أنا مش عارف فيه إيه طب كمل هنا ربما من البلدان القلائل اللي عنده وسمه في إفريقيا اللي عندنا عشر ملاعب جاهزة عندك مطارات عندك الأخيري اليوم حتى الاختيار اللي يمدوه خالب بكل يعني بكل موضوعية أنا شوفه كودفوار وهنا هدرنا مع الزملاء اللي رحوه اسمه الكودفوار خالب الجزائر أحسن بكثير آه فهمت أنت أصدق لقجع تلاعب في كده يعني اختار كودفوار بدل ما يختار الجزائر هي لتنظم الكان لا حول ولا قوة إلا بالله كودفوار كمان جات في السكة يا جماعة احنا أحسن من كودفوار واحسن من كل العالم واحنا أحسن نصف الدنيا وما فيش أحسن مننا والمغرب متلاعب وعالم كوكب لالا ده عالم جمل محفوظة تعمل منها فيلم لنا الله في كوكب لالا تعال بقى وريك أنا ردت إزاي على حرق التشيرت المغربي اللي عمله كوكب لالا يلا بينا نشوف يا مغار بقى وأنا ماشي في الشارع دلوقتي هنا في مصر لقيت التشيرت اللي ولعوا فيه موجود بيتبع في محلي هنا جنب بيتي فأنا هراح دلوقتي عشان اشتري من الراجل وهاخدكم بقى معايا في المشوار ده أنا وصلت المكانة هو التشيرت تاع منتخب المغرب موجود تحت تشيرت المنتخب المصري يلا بينا مصر والمغرب التشيرت بنوره هو أنا عايز ده يلا بقى باش هفتح لي التشيرت كده عشان أشوف طبعا هو مش من توكيل بوما هو واحد بيبيع التشيرت هات دي بس يعني التشيرت عجبني جدا والكلات بتاعه حلو وشرف لي أن أنا ألبس تشيرت منتخب المغرب اللي بيتباع في مصر البلدين اللي بيقدروا بعض وبيحترموا بعض عشان عندهم تاريخ وحضارة كبيرة شكرا عباشا هطولي في الشنطة وهروح بقى البيت يعني ألبسه ونشوف بقى إيه شكله يبقى عمل إزاي عشان الناس اللي بتتدايق من تشيرت المغرب وبتروح تولع فيه تزعل قوي وده بقى بعد ما لبست التشيرت اللي أنا جبته الاولاني طلع صغير عليا فغيرته وجبت ده ده اللي حرق ناس كتير ده اللي واجع ناس كتير ودي كمان واجع ناس كتير ده شرف وفخر ده وردا على اللي ولعه فيه في الشارع ديما مغرب وطحيا مصر ولنا الله في كوكب لالله ما قسوا مظبوط ولا أجدعان لسه هجيب الريترو بقى القديم اللي ولا أخطر فاكرينه القديم ده هجيبه برضه حبايا بقلبي يلا كوكب لالله طلع قولي ان انا بطبل انا بطبل خليك في حالك ده كان رد بسيط مني على الموقف اللي أنا شفته في حرق القميس المغربي وده اللي أنا موقف صراحة انا معترض عليه تماما موقف ما يشرفش اي بني قدم انه يعمله موقف غير متوقع لانك مهما كان مهما عملت يا راجل هقولك ان انت مش حابب منتخب المغرب ومش عايزه يصعد هافترض معاك برضو التصرف اللي انت عملته ده انك تمسك حاجة عليها الشعار المغربي او انك تمسك حاجة عليها العالم المغربي او انت تمسك حاجة بتمثل المنتخب الوطني المغربي وتولع فيها ده مفيش اوحش من كده ده غير مقبول وبالتالي زي ما قلت في الفيديو اللي فات التشيرت المغربي ده فوق دماغك من فوق انت وهو والكلام ده انا بقوله عشان بس فيه ناس دخلت من من هؤلاء اللي عندهم هنا خرم في بماغهم بتاع كوكب لالا قالك انت بتعمل ده او بتعمل اللقطة بتاع التشيرت دي عشان تلم متابعين طب احنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله احنا عددنا وصل مئة الف هنا في اليوتيوب واحنا وصلين مئة الف وشوية في الفيسبوك يعني مش هعمل اللقطة دي دلوقتي عشان تلم متابعين وبعدين انا ما جبتش فيديو انا اللي عملته لا انتوا المولعين في التشيرت في الشارع وتصرف غير راقي فبالتالي لما رد عليكم بطريقة محترمة وقدر المغربة واحترم قميصهم واحترم علامهم ده احترام مني ليهم وحب مني ليهم انتوا ما تعرفوش ولا عمركو هتعرفوه في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بزاف ولنا الله كملوا انتوا بقى شكرا جزيلا شكرا جزيلا